اهلا بكم متتبعين و متتبع اخبار المنتخب الجزائري اذا في هذا الفيديو ستشاهدون عنوانين رئيسيين وهما كالتالي ست غيابات رئيسية على المنتخب الجزائري في تربص اكتوبر وتعرفوا على النادي الذي انضم اليه ادموا الناس رسبيا اذا سيكون الخضر محرومين من عدة ركائز خلال تربص شهر اكتوبر القادم بسبب تعرض بعضهم الاصابة والبعض الاخر بسبب ابتعادهم عن المنافسة حيث تأكد بنسبة كبيرة غياب كل من يوسف عطر ويشام بوداوي بسبب الاصابة ادموا الناس ليماني يوسف بليلي جابل بالامريم ومحمد فارس بسبب نقص المنافسة وبتعادهم عن الميادين وسيشهد تربص اكتوبر تغيير في المكان حيث رفضت هولندا اقابة مباراة الجزائر الكاميرون ويتجهب الماضي الى البرتغال او تركيا لإقامة مباراة وديتين رسمي لحسب وكلز الانباء الجزائرية في الموضوع الثاني ادبوا الناس يتفق مع فريقي جديد حسب موقع كالتشو ميركاتو رسميا فان صفقة الناس الى نادي كالياري الايطالي قد حسيمة بشكل نيائي في التدار الفعص الطبي والتوقيع رسميا في الاخر لا تنسوا دعمنا بلايك والتعليق وشكرا